السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي عاملين ايه بحشتوني او او والله النهضة ان شاء الله هنعمل مع بعض كباب الحل ان شاء الله يجبكوا جدا او نمشي على الطريق اللي انا هقولها لها ان شاء الله بازن الله هتلاقي طعمه جميل حلو ان شاء الله نسمي الله بسم الله الرحمن 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 الرحيم وصلى والسلام على السلام حده اهليه واصحابه وسلم انا عندي هنا قدي اربع بصلات خمس بصلات على الحسب ما انش عايزة وعندي هنا معلقة السامنة بلدي وعندي هنا حت السيمين على حت الدهنة طبعا هسياحهم يعني خليها تسخن كويس اوي ونروح حطين بقى اللحمة هنا غسلاهم صفيها اهم حاجة ان نكون السامنة سخنة كويس او في قلب الطاصة واللي علشان خاطر تاخد الصدمة الجميلة ديت ما تخلياش الالبتجاز واطي عشان هتدي طبعا في النهاية النشجة حلوة هنروسها بقى كلها كده في قلب الطاصة وزي ما احنا شايفين حبيب انت لو انت عايزة تقطيع القطع على حسب انت عايزة تقطعها انا بقطعها قطع صغيرة مش مقطعها قطع كبيرة طبعا هنحطها كده تاخد الصدمة جمدة وبعد كده هنقلم تدي بقى ان بتاخد صدمة كويس اوي هنقل فيها على النحة التانية عشان نحة التانية تاخد برضو نفس الصدمة وانا عندي هنا زي ما انتم شايفين طاجل لو انت في مرحلة ان احنا نوصل عليها حوالي لغاية فين ان كنتي في المرحلة دي لو انت عايزة تدخلها في الفرن في الطيج اندخلها بس حاجة نبعد مع بعض هنعملها كباب حلة كده هنعملها في قلب الطاصة عايزة تعملها في قلب الحلة تعمليها بس انا عشان خاطر بالطاصة تيدي الصدمة في قلب اللحمة بقى شايفها كده وديها الصدمة عن الحيطين فطبعا حبيت ان اعملها في الطاصة عن الحلة عندي هنا زي ما انتم شايفين فالصين توم في رشنا مقطعهم حلقات بده بيدي طعم وريحة خطرة جدا حنروح حطينا كده في القلب اللحم في البارس من تحت وانا مقطع هنا اللي زي ما شايفين البصل اهم حاجة البصل تقطعه قطعة كبيرة ولو عندك بصل الصغير اللي هو القرمة دو تريد تكون برضو بقى حلو مثلا انا مقطعه يعني هدوبك الواحدة اربعة كده مقطعهم الصين حطناه بقى على اللحمة كده ونروح مغطينها ندي تقليبة وتشويحها كده كويس ونروح بقى مغطين ومهدين بقى ايه النار عليها شوية لغاية ما يتدبل هنحط بقى ايه هنحط معلقة السكر ما تخافيش معلقة السكر هتتكرمل مع البصل وهتدلق بقى طعم وريحة جميلة وفي نفس الوقت برضو هتساعدك على اللحمة نيت السوي ما تاخدش منك سوي زي ما انتوا شايفين كده هنقلب فيها تقلبتين وبرضو مش هنحط الماء الوقتي اما نحس ان ايه ايه تاخد من طعم البصل شوية تشرب ومية طاعة البصل تشرب كويس وحنروح بقى بعد كده اهم حاجة ان كنت يما تشيجت ان كنت تحط المي زي ما احنا قلنا اي فراخ اي لحمة بنحط طبعا مية سخنة من الكاتر انا غالية مية عندي في قلبي الكاتر هنروح حط طبعا مية كتير هنحط حبة بحبة كباب الحلة كده حبة بحبة بتشربوا ونروح شايفين اللحمة ونروح يمزودين تاني كل ما تشربوا شوية لغاية ما تدل ايه الطعم الحلو الجميل بتاعها انت بقى في الحلة دي اول ما تحط البصل هنحط هنا نص معلقة فلفل لصمة ونحط نص معلقة بهرات بهرات لحمة اكتر من كده مش هنحط احنا عايزين نحس بتطعم اللحمة وكباب الحلة ما نحطش بقى فلفل ما نحطش اي يعني اي اطعمة تانية انا عن نفس بحب ترمى كباب الحلة بقى فلفل لصمة البس وبهرات اللحمة زي ما انتم شايفين كده ايه كده تشربت خالص والسجا مش قادر اقول لكو عالطعم والريحة الجميلة كده استود بقى خالص كده بقى الجميلة اوي واحنا نشوف مع بعض بقى في التقديم كده استود شايفين البصل اللي بين فيها وحيلو ازا طبعا احنا البصل قلنا نقطعه قطعه كطع كبير عشان خاطر تبقى ونشوف بقى في التقديم مع بعض شايفين بقى الجمال والبارس بتاعت بقى اللحمة الجميلة والريحة روعة وعملنا بقى طبع رز الزبيا الجميل ما تفعله بقى تفضله معانا ويارب يعجبكم متنسوناش بقى في اللايك والشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونتقابل ان شاء الله في اكلة جديدة من اكلات تيتامين